تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق المملكة بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف وسعادة النائب كلثام الحايكي بزيارة ميدانية لتفقد مشاريع الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية المجتملة على الخدمات البلدية والبنية التحتية ومنها مشروع رصف شارع النخيل بين الدائرة الأولى ومدينة سلمان لتسهيل الحركة المرورية وأوضح سعادة الوزير أن الوزارة قامت بتفقد أعمال مشروع شارع النخيل والذي من شأنه أن يسهل حركة المرور حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 20% فيما تشتمل أعمال المشروع على إعادة رصف الشارع من تقاطعه مع شارع 36 بمنطقة الدراز إلى تقاطعه مع شارع الشيخ خليفة وتحسين مستوى الإنارة ووضع العلامات والإشارات المرورية لتحقيق السلامة المرورية كما يشتمل المشروع على وضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات لتجنب قطع الأسفلت مستقبلا ترجمة نانسي قنقر